اشتركوا في القناة البرك المائية الموجودة في الأحساء طبعا كانت عينة مميزة جدا كانت فيها خصوبة بالعينات والميكروبات والبكتيريا والطفيليات وانصح الباحثين في الأحياء الدقيقة في دراسة أنواع الأنسجة الموجودة في هذه البرك لأنها ستجد أنواع الميكروبات والطفيليات والديدان المجهرية وأنواع الأحياء الدقيقة المتوسطة والكبيرة والصغيرة جدا وأيضا ممكن تجد أنواع من الفيروسات وأنا أنصحكم دراسة موضوع بحثي بخصوص هذا الموضوع لأنه مفيد جدا في تطور علم الأمراض وعلم الطب لأن أقلب الأمراض تسببها طفيليات ميكروبية إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي وإن شاء الله أنكم استفدتم من هذا الباحث لأن أتمنى يعني اللي حاب يعني يسوي بحث علمي في هذا المجال يشاركني بخصوص هذا الموضوع يعني يقدر يتواصل معي أو نتواصل معاه إن شاء الله اشتركوا في القناة